جدد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي التأكيد على تضمن مصر الكامل مع لبنان في الضرف الدقيق الذي يمر به والعمل على الحفاظ على استقراره ووحدته وسيادته وخلال اتصال هاتفين مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أعرب عبد العاطي عن إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان مؤكدا رفض مصر لأية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس سيادة لبنان على أراضيه ومن جانبه أعرب رئيس مجلس النواب اللبناني تقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهه بسرعة إرسال شحنة المساعدات الطبية المصرية إلى لبنان وذلك في إطار التخفيف من المعاناة التي يواجهها اللبنانيون في هذا الظرف الحرق